المبعوث الامريكي الخاص لأوكرانيا كورت فولكر قال لصحيفة الوقت الراهن ان روسيا تعارض نشر قوات حفظ سلام اممية على اراضي اقليم الدنباس المحتلة اشار فولكر الى انه خلال الاسابيع القليلة الماضية ناقش مرارا قضية نشر القوات اثناء مراسلاته مع مساعد الرئيس الروسي فلاديسلاف سوركوف لانهاء الصراع في الدنباس وعبر ممثل الخارجية الامريكية عن امله بالتوصل الى قرار بشأن نشر هذه القوات في الاراضي الاوكرانية المحتلة بامكان قوات حفظ السلام ان توفر الامن وتهيئ الظروف لاحلال السلام وليعيش الناس حياتهم مرة اخرى في ظل حماية عندها سيكون من الممكن تنفيذ اتفاقات مينسك نحن اقترحنا ذلك اوكرانيا تدعم هذا الاقتراح بالاضافة الى بعض دول رباعية النورماندي كفرنسا والمانيا الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي وكندا والمملكة المتحدة ابدوا موافقتهم ايضا واقترحوا ان تكون بعثة حفظ السلام تحت رعاية الامم المتحدة لكن روسيا ترفض ذلك اشتركوا في القناة